شلونكم شاكم معكم إن شاء الله الكل بخير وبصحة تمام مثل ما وعدتكم أنه أجاوب عن بعض من أسئلتكم اللي كتبتوا ليها في منشور الـ Q&A في كافة منصات التواصل الاجتماعي ومجموعة تعليقات كان أكثر من 100 تعليق فلذلك صعب جدا أنه أجاوب عن 100 سؤال في فيديو واحد ولكن اللي راح أسويه هو أنه أجاوب عن الأسئلة اللي محصلة لايكاته واية أو الأسئلة اللي مكررة من أكثر من متابع أو أسئلة أخرى ممكن تكون مفيدة لكل المتابعين لأنه أنتم كلكم عزيزين علي ومثل ما قلت لكم صعب أنه أجاوب عن أكثر من 100 سؤال فبتعليقات هذا الفيديو راح أخصص لي أسبوع لي قدام بعد نشر لهذا الفيديو واكتبوا لي شنو تردون من أسئلة وإن شاء الله راح أجاوبكم راح أتابع التعليقات وأجاوب عن كل الأسئلة طبعا أكيد إذا عندي إجابة يعني معينة ممكن تكون مفيدة بس أوعدكم أنه الأسئلة اللي موجودة بهذا الفيديو ممكن تكون مفيدة للكل هل الآيفون 16 برو ماكس يستحق الشراء؟ بصراحة الإجابة بنعم أو لا في هذا الوقت تعتبرها شيء ممنطقي شركة أبل يوم تسعى الله تعلن عن الآيفونات الجديدة وبالتأكيد بعد المؤتمر إن شاء الله راح أسوي لكم فيديو أقول برأي بهذه الأجهزة الجديدة من ضمنها أكيد الآيفون 16 برو ماكس فهناك إلا ننتظر هل أكو تغيرات فعلا تستحق تخليك تروح تشتري على حساب 15 برو ماكس لأنه بكل تأكيد تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة تشتغل على 15 برو ماكس وال 16 برو ماكس فإذا 16 برو ماكس ما جاء فتشغلات خلينا نقول ثورية أو فتشي يستحق فعلا يخليك تشتري فالواحد المفروض يرجع على 15 برو ماكس بس أرجع وأقول سابق لي أواني الكلام عن أنه يستحق أم لا بس أنا أتوقع من خلال تسريبات اللي نقدر نقول أنه شوية قوية أنه ماكو ديتش التغيرات الكبيرة فبالتالي أعتقد يعني لأنه إحنا ننزل بالعراق بسعر غالي وأربعة شهر خمسة شهر يلا يستقر سعره فنقدر نقول منها الخمسة شهر أربعة شهر أنا ما شوفه يستحق أرجع وأقول ننتظر يتم العلان عن الآيفونات بس أنتوا لا تستعجلون لا تبيعون الأجهزة اللي عندكم وبنفس الوقت حاولوا تنتظرون الجهاز الحين ما ينزل بشكل يعني بسعر مناسب وماكو داعي لاستعجال وشراءه بسعر غالي سؤال هنا من سمير على الفيسبوك يقول شنو سبب تراجع الأداء بأجهزة الأندرويد بعد فترة من استخدامها وخاصة تيكنو وإنفينيكس الأجهزة الاقتصادية والمتوسطة من شركة تيكنو وإنفينيكس وشركات أيضا أخرى أم تقدم نفس الفئات هذه أجهزة تجيب بتقنيات جيدة وبأسعار مناسبة لا بدو أنه تكون أكو تضحيات إحدى التضحيات اللي موجودة بأجهزة تيكنو وإنفينيكس أنه ما تنطي أداء لأكثر خلنقول من سنتين أو ثلاثة أو خلنقول يبدي قل أداءها أو تضعفها بشكل عام مع تطور التطبيقات بعد مدة سنتين بس إحنا لازم نخلي بنظر الاعتبار أنه تسعيرت هذه الأجهزة هي تسعيرها مناسبة لكثير من المستخدمين فبالتالي هنا التضحيات بهذا الموضوع تعتبر في شيء منطقي يعني أكيد إحنا من نعامل الآيفون اللي يسعره في وقل ألف دولار ممثل ما نعامل جهاز من تيكنو وإنفينيكس لأنه هذا تقريبا يطلع بربع السعر إذا مؤقل فبالتأكيد أنت على قد فلوسك إش قد دافع هنا ندور على أداء عالي فهنا نحاكم أو نحط الآيفون بمقارنة والله أنا أريد خمس سنوات وفوق ما أريد أن ينقص الأداء أريد أن يظل تمام ولكن أجهزة تيكنو وإنفينيكس من غير المنطقي أنه نقول أريد همينة تطينا خمس سنوات الشون مو هي السعرها ربع السعر هس لو تيكنو أو إنفينيكس يسمون جهاز فلاكشب همينة سعر تسعمية ثمامية دولار ذاك الوقت لا نقول شنو سنتين شنو ثلاث سنوات أنا أريد تحديثات خمس سنوات أنا أريد أداء مستقر وما أريد أن ينقص على الأداء عود وارى الخمس سنوات بس تسعيرت هذه الأجهزة تخلي أكو بعض التضحيات وأنا أشوف من ضمن هذه التضحيات هي أنه الأداء ما يستمر أكثر من سنتين لمعظم هذه الأجهزة شنو نصيحتك لشخص متخرج من الثانوية وضايع في حياتك شوف هذا الكلام اللي راح أقوله هو إلك ولكل الشباب والبنات اللي يدرسون حالياً بأي مراحل دراسية فكرة أنه أنت ضايع بحياتك هذا فشي ما يتعلق فقط بالدراسة هذا الشي يتعلق بعمرك أنت عشرينات ويتعلق باللي أعمارهم ثلاثينات وأربعينات وخمسينات كل البشر يحسون بفترات عديدة بأنه هم ضايعين في حياتهم بس هذا جزء من الضياء سببه أنه الصعوبات اللي تتواجهها أنت ماذا تتأقلموا إياها أكون صعوبات عديدة بالحياة إحنا ممكن نتغلب عليها بس أكون صعوبات ما نقدر نتغلب عليها هنا نواجبنا أنه إحنا نتأقلموا إيا هذه الصعوبات ونتأقلموا إيا الفشل ونفكروا إيا نفسنا أنه إحنا استفادين من هذه التجربة الفاشلة ومن تجيني مثل هذه التجربة بالمستقبل أكون صاحي حتى ما تعرض للفشل مرة ثانية هذا اللي لازم أنت تكون جاهز إليه فأمنياتي لكل الطلبة بكل المراحل أنه يتفوقون ويكونون جاهزين للمرحلة القادمة المرحلة القادمة سبويلر ألرت ستكون أصعب أنا بالنسبة لي اليوم من أجي أفكر الحمد لله أنا أشتغل مهندس اتصالات في مكان محترم أشتغل على اليوتيوب بشكل يعني أنا هاوي لهذا الموضوع ده أشتغل في شيء أحبه متزوج وعندي أطفال أثنين ألعب رياضة أتفرج الشغلات اللي أنا أحبها بس يبقى من أجي أنام باليل أفكر بغواية أمور مصاعب أنا ما قدرت أحلها لازم أقعد ثانية من الصبح أتوكل بالله وأقول مو مشكلة هذا جزء من الحياة وأني لازم أتأقلم ويا هذا الشيء وأهم فقط أنه أنا ما أشعر بخيبة الأمل وأفكر أنه هذه جزء من الرحلة الفشل والضياع والحالة اللي هي السلبية اللي يصير عندي هذا جزء من الحياة أهم شيء ما تخليها تعشعش مثل ما تقول ابداخلك وتغير من شخصيتك لا خليها تسقلك وتخليك شخص أفضل شنو رأيي بمعالجات الأكسينوس وشنو فرقها عن سنام دراجون والسؤال الثاني شنو اهتماماتي خارج التقنية اهتماماتي قبل التقنية حتى هي كرة قدم من ناحية اللعب وأتفرجها يعني إحنا عائلة رياضية أنا والدي علي كاظم لاعب المنتخب العراقي بالسبعينات فحبيني كرة قدم من إحنا وصغار ولحد الآن نلعب كرة قدم أنا نلعبها كفرق شعبية ويا أصدقائي أنا مشجع لمانشستر ينايتد من السنين عديدة وأتابع أكثر شيء مهما كان عندي شغل أتابع مانشستر ينايتد هو فريقي المفضل هو هذا اهتمامي خلينا نقوله رئيسي خارج التقنية أو خلينا نقوله هو اهتمام الأساسي التقنية تعتبر في شيء ثاني وقياسا بكرة قدم أنا أشوف طوبة بأي مكان يعني أتلهف لها أكثر من أي جهاز ثاني وبالنسبة لسؤالك بخصوص الأكسينوس فمعالجات الأكسينوس اللي هي من صنع شركة سامسونج هي معالجات للأسف سمعتها يعني مو مثل سمعة السناب دراجون بسبب مواضيع الحرارة مشاكل الحرارة اللي يصير بهذه المعالجات وكأنما شركة سامسونج لا تقدر تتغلب على موضوع ارتفاع حرارة هذه المعالجات وبنفس الوقت أعتقد اهتمامهم بما أنه سناب دراجون كوالكوم صار اهتمام يعني يعني خلينا نقول هي معالجات الأولى وبفارق كبير معالجات أبل أكيد بتتفوق على معالجات أكسينوس بكثير فبالتأكيد هنا أكسينوس صارت يعني خلينا نقول يعني مو بالسباق نهائيا فأكيد سامسونج هنا خلينا نقول تصرف النظر فأنتوا شوفون أغلب دول العالم تجيها معالجات سناب دراجون بأجهزة سامسونج بعض الدول نادرا ما نلقي الأكسينوس يعني هي شركة سامسونج نفسها تقول وكأنما يعني سناب دراجون أفضل فأنا بالنسبة لي جهاز الفيكسل 9 برو اللي دع انتظر يوصلني جايبي معالج التنسر اللي هو عبارة عن أكسينوس بس بغير اسم فيعني ما أقدر أقول أنه شيء يلهم موضوع الحرارة لا هواني أصلا متكيف ويالوضع عنه من راح يجي الجهاز ما ألعب بيألعاب وأستخدمه بس الأمور المهمة والاستخدامات أكيد طبعا وسائل التواصل الاجتماعي وغيرين أنا مو فيتشي يرفع درجة الحرارة فأي معالج سواء كان معالج جفية متوسطة أكسينوس ناب دراجون أي شيء كلين راح يشترون تمام فبالتالي الموضوع الحرارة هي أحد أهم الأسباب اللي خلت معالجات الأكسينوس سمعتها يعني سيئة قياسهم بمعالجات سناب دراجون وأعتقد صعب أنه بعدين نفسهم سؤال كلش حلو وإجاب وقته على الانستجرام بخصوص اليو بيأس الأونلاين هل يستحق الواحد يشتري إذا كان كهرباء غير مستقرة ومشاكل فولتية والأصوات اللي طلح اليو بيأس العادي كلها تنحل باليو بيأس الأونلاين اليو بيأس اللي سويت لها قبل فترة مراجعة اللي هو الـ FSP هذا اليو بيأس أنا قلت بالفيديو أنه بالمستقبل على الانستجرام راح نشرو لكم ستوريات في حالة لقيت أكون مشاكل بما يخص الصوت السبب الرئيسي اللي خلاني أحول اليو بيأس الأونلاين بكل صراحة وموضوع الصوت تشك تشك هذا فتشي قلقني يعني دمرني وخلاني ما أصور منتج المولدة فاليو بيأس الأونلاين ما بيصوت هاي تشك تشك كليا والـ FSP نهائيا ما لقيت به هذه الأصوات ولكن صوت الفان صوت المروحة ممكن يصاعد وينزل مع الفولتية وهذا فتشي لا مهرب منه يعني فتشي مستحيل نقدر نتخل يعني خلنقول نقدر أنه نتجاوز الفولتية عندني خصوصا بالمنطقة اللي عندي آني بغداد يعني حدث ولا حرج فبالتالي الـ UPS الأونلاين الـ FSP اللي استخدمت آني أنا اعتبر ها في الصفقة ناجحة وبصراحة في الجهاز جدا ممتاز وحتى من ناحية الصوت ممكن تغلب عليها سوى شغال وانتوا بالتأكيد ما رح تسمعه وبالمناسبة هو شغال والتبريد مشغل وعزل للصوت يعني سويت بالمونتاج بس مع هذا الصوت عالي يعني إذا أسمعه وديروح عزلة فبالتالي ممكن التأقلم مع الصوت الـ UPS أونلاين وبكل سهولة من خلال تجربتي أقدر أقول لك أنه الـ UPS الأونلاين حتى مو بس الـ FSB أي UPS أونلاين من شركة مرموقة بصراحة كلهم يسوى ويستحقن الشراء طبعا من إنتج الأسئلة كلها الفيديو الكامل طلع تقريبا أكثر من 45 دقيقة ففكرت عنه لماذا لا أقوم أجزاء يوم وراء يوم جزء الأول هذا جزء الأول الذي رأيت اليوم وإن شاء الله الذين يرون الفيديو يوم النشر سوف ينزل الجزء الثاني ثم بعد الجزء الثالث فأنا رأيت شي أفضل مما يكون أكثر من 45 دقيقة طبعا وهذا كلها تقريبا عشرين سؤال هيتش بس جاوبت فهم أن أرجع مرة ثانية أرجو المعدرة للأخوان الذين لم أستطع أجاوب عن أسئلتهم بس نرجع للنقطة التي قلتها اكتبوا لي بالتعليقات وإن شاء الله سأجاوبكم عن أي شي أعرف وشكرا أكيد لكل من نكمل الفيديو الأخير نشوف بالجزء الثاني ويا هلا باللي بقى لنهاية الفيديو أكيد ما أنسى اللي يتفرجون الفيديو الأخير ولازم أخصص نعوم بجزء ولو هو يعني هي أصلا السلسلة مع Q&A هي عبارة عن أسئلة وأجوبة فهي تواصل مباشر مع المتابعين بس بنفس الوقت يعجبني دائما أنه أخلي ولو جزء بسيط بنهاية الفيديو للأشخاص اللي يكون للأخير بالنسبة للأسئلة يعني هذه السلسلة أشوفها كل شي حلوة بس من أجي أمن تجه وراتب أقول ما يتفت شيء تقليدي مجرد أني قاعد في مكان واحد فلذلك اختارت أنه أكثر يعني هو نفس الستوديو بس ده غير باللوكيشن بالألوان غيرت بهذه الأمور حتى لم يصير الموضوع الممل مثل ما تدون هي فيديو وليس مجرد أن أحتي يعني غالبيتها هي أي رول ما بها بيرول ما بها منتج استعرضة بس حاولت قدر الإمكان أنه أمشي بهذا النسق اكتبو لي بالتعليقات إذا عجبتكم هاي الطريقة أنه أغير اللوكيشن كل سعب مكان أرجع وقل نفس الستوديو بس غيرت الأماكن حتى لا يصير فتشي ممل شكرا جزيلا لكل ما نكمل الفيديو الأخير مع السلام